الأهلي بس يعني خلاص نقطة من أول سطر الأهلي ده الأهلي ودي جمع النادي الأهلي وده رئيس النادي الأهلي لطا الحقيقة بتقول كلام كتير جدا ومعبرة إلي يخلي رئيس نادي كبير جدا في عز فرحة انتصاره وتحقيق لقب جديد في بطولة مهمة واحدة من أبد أنت بتقابل بطل قارة يعني بطل كونفيدرالي هو بطل قارة أفريقيا بتقابله في مواجهة صعبة فريق لي احترامه فريق مباراة والسيناريو مباراة كان شديد التعقيد صعوبات كتيرة جدا قبلها النادي الأهلي في المواجهة دي إلي يخلي وسط كل الزحمة دي والفرحة دي رئيس نادي يهتم أنه يتواصل مع واحد صغير ولد صغير جدا لسه بيبتدي مشوار تشجيع مع النادي عشان يطيب خطره عشان يجبر خطره إلا لو كنا بنتكلم على النادي الأهلي وإلا لو كنا بنتكلم على رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طبعا ما فيش شك دي مش حاجة جديدة على كابتن خطيب من أعظم رؤساء النادي لأنه عندها على مستوى الأفريقي كله على نادي الأهلي نادي كبير جدا يعني كابتن خطيب جمهور بيعشقه الجمهور ممكن يكون في الأول كان زعلان شوية في البدايات لكن كابتن خطيب ومجلس دارة كله الوقت اللي مر خلال الدورة الأولانية أثبتوا بجدارة الجمهور نادي الأهلي إنهم فعلا يستحقوا يكونوا في المكان ده كابتن خطيب غاني عن أي حاجة هو بيعملها فترات اللي فاتت لأن كابتن خطيب بالنسبة للعيبة والجمهور كلنا من سعورنا بنعش حاجة اسمها كابتن خطيب فبتمنى له التوفيق إن شاء الله في الدورة التانية هو مجلس دارته ودائما مزيد من البطولات بإذن الله إن شاء الله بطولة كانت صعبة كابتن محمود جدا طبعا سيناريو مباراة ما كانش متعقع يعني كاتل جماهير كلها شايفة اللي لينا ومش شايفة اللي علينا شايفة الأهلي في الموسم ده دقيق ممتع شايفة سكواد هي الأقوى على مستوى قارة أفريقيا شايفة نجاحات بيتسو موسماني الأفريقية على مدار السنة أو على مدار الفترة التي تقل فيها المسئولية موسم ونص موسم قدر يجيب اتنين دوري أبطال قدر يجيب سوبر أفريقي قدر يجيب برونزية العالم فالرجل حقيقة خارجيا يعني مكتسح ما فيش فريق في أفريقيا يقدر يقف قدامه لكن ما كانش شايفة كتير من الصعوبات اللي ممكن تكون بين السطور أو ناس كتيرة ممكن تبقى متخوفة منها أهم الحاجات من وجهة نظرك اللي صعبت علينا المباراة يعني بصرف النظر عن فرحتنا بالفوز والتتويج لكن خاتف إنه في حاجات كتيرة جادا صعبت المباراة على المدى الأهل نفس ما فيش شك طبعا كنت متوقع السيناريو إنه يبقى فيه صعوبة في المكسب لكن مش متوقعا إن أهلي يخسر البطولة أنا كان عندي يوكين بالله إنه لعيبة الأهلي ومجلس إدارته والجهاز الفني إنه دي الأهلي هيكسب البطولة إنه دي الأهلي معودنا دايما على البطولات دي بيبقى رجالة فيها اللعيبة كلها بتبقى رجالة لكن كان فيه صعوبات كنت متوقع السيناريو إنه المكسب يتأخر وده ناتج عن اللي حصل في منتخب مصر عندك لعيبة مجهدة الشناوي أيمن أشرف مش راجع بحالته البدنية اللي هو عليها أكرم توفيق حمدي فتحي بالنسبة للشريف وأفشا مش هتكلم عليهم بدنيا لأنهم مشاركوش بالشكل المطلوب مع منتخب مصر لكن كان عليهم ضغوط نفسية من مستر كروش نفسيا ما كانوش في حالتهم شايف إنه شريف وأفشا أنا بشوف إنهم اتعاملوا نفسيا مش كويس مش الاتنين اللعيبة اللي يليق بيهم التعامل دوت في منتخب مصر كان يستحقوا إنهم لعيبة هدفة دوري محمد شريف أفشا من أفضل لعيبة إذا ما كانش هو الأفضل فعلا في الدوري المصري خلال الموسم اللي فات ما كانش يستحق إنهم يتعاملوا بالشكل ده فكان عنده خمس ست لعيبة مجهدين بدنيا بشكل كبير جدا فالله يكون فعون مستر موسماني والجهاز الفني بعودة لعيبة المنتخب مصر ما فيش شك إصابة السلية فرق كتير جدا في بداية المباراة ده اللي خلى اللعيبة دخلت في الجيم متأخر كون إن أنا رجع ياسر إبراهيم يقوم بدور حمدي فاتحي قد تأخر شوية للعيبة في دخول المباراة ناس كتير اتكلمت في الحتة دي طبعا حمدي فاتحي يعني فيه ناس كتير كانت شايفة إنه ليه الراجل ما فكرش يخلي حمدي في مكانه وينزل أقرب مثلا يلعب جنب ديانج ده اللي أنا قلته وأنت كمان بردو وأنا بتفرج قلت يعني أقرب حاجة إنه أنا مخسرش حمدي فاتحي في البوزيشن الجديد اللي أنت حطته فيه واخسر طريقتي وكننا أحط أقرب توفيق جنب ديانج وحط محمد هاني أو أيا كان مين متواجد في البكريت كان هيدي الأفضلية في الجيم من البداية لنادي الأهلي لكن أنت مستر مسلماني عنده ثقة في حمدي فاتحي أنه يبقى جنب ديانج ويسر إبراهيم هو اللي يكون متواجد وراء فطبعا قد تأخر شوية في أن أنت تخش الجيم أنت قريدي بتلعب بقى بثلاثة سبتين حمدي فاتحي كان بيدي زيادة في نصر المعب بضبطه بيقاديها بشكل رائع وتحسب لمستر مسلماني والجهاز الفني أنك قدرت توظف حمدي فاتحي في المكان دوت وأنك استجبت لطلبات جمهور كبير جدا لنادي الأهلي أنك كنت مطالب أنك تغير الطريقة في الشكل كان الناس والجمهور مدى شوية ازعلان شوية بالطريقة بأن فيه لعبة مش في حالتها الوضع السنة دي مختلف جدا لنادي الأهلي الشكل متغير بشكر مستر مسلماني على حاجة معانا جدا وهي مش موجودة في كل المدربين الأجانب وهي أنك مش مدرب عينة دي بتسمع للناس بتسمع لمجالس الإدارة بتسمع للجهاز المعاون ما عندكش حيطة العنادية في اختياراتك وده اللي منجحه هو الجهاز المعاون اللي معاون الناس كلها عارفة طبعا أن مستر كوروش مدرب عينة دي وده أزبط لنا فيه في بطولة كاس العرب لا بتسمعش لحد رأيك من قرارك من دماغك الناس كلها مش أنا بس وأكيد حضرتك كنا شايفين اللي حصل في كاس العرب لا كنا من تخذ مستكا ممكن يبقى أفضل من كده ويبقى في حتة تانية أفضل من كده بكتير لو لا العنادية شوية في بعض القرارات وفي بعض اللعيبة وفي بعض الاختيارات كان الشكل ممكن يبقى أفضل كتير لكن أنا بشكر مستر المسلماني على أن أنت استجبت لطلبات جمهورك كتير من نادي الأهلي والمجلس الإدارة وأنك بدأت تتغير من الطريقة بدأت تتغير من اللعيبة جالك صفقات كبيرة جدا على رأسهم برستاو وأحمد عبدالقادر وغيرهم الشكل تغير في نادي الأهلي وده ناتجة على أن أنت دلوقتي في الأسبوع السابع أو الأهلي جاي بستة مبارات على ما أعتقد لا الشكل مختلف في نادي الأهلي بيحق ستة انتصارات وعنده مباراة بكرة إن شاء الله ماشي بشكل كويس جدا لكن الفترة اللي جاية الأمور هتصعب على نادي الأهلي تخب مصر بطولة أم أفريقيا كاس عالم أندية فعلا الله تكون في عنهم تعالى أكلمك شوية أحمد عبدالقادر أنا هسيب السوبر بوي للآخر يعني السوبر بوي بتاع السوبر كوب هتكلم عليه في الآخر عشان ده كريزة الماتش أبتكلم على طاهر طبعا بس أتكلم الحقيقة على نجوم كمان أجاده وأقدمه مستوى مش بس في ماتش السوبر مع الرجاء لكن في ماتشات تانية كتير جدا بالشكل اللي خلى كتير من الجماهير أنا دائما عشان الجمهور مش في مدرجات قوي فسوته مش واصل فبحاول أشوف الناس بتتكلم على ايه في السوشيال ميديا أحمد عبدالقادر من الأسماء اللي ليها نصيب الأسد وناس دائما بتتكلم على على أنه عبدالقادر لازم ياخد فرصة كاملة ولازم يبتدي أساسي وأنه مثلا على سبيل المثال في المبارات المبارح غير من شكل وطريقة واسلوب أداء النادي الأهلي فبالتالي كتير من الجمهور في النهاية القرار بتاع مست المسلماني دي قصة احنا طبعا عارفينها لكن خلينا اسمع رأي كابتن محمود هل شايف أنه عبدالقادر أنا الأوان ويناس كمان بتقولك أنه عبدالقادر تظلم ظلم باين بعدم انضمامه لمنتخب مصر رأيك كابتن محمود بفي الشك النادي الأهلي كان بيوفقد الموسم اللي فات في الطرفين حتة النواحي الفردية والمهارية كنا مفتقدينها عبدالقادر من اللعيبة الصغيرة اللي فرقت معه حتة أعارته لسموحة فنش بشكل كويس جدا مع سموحة تحسب لكابتن أحمد سامي توظيف أحمد عبدالقادر وأنه هو يدي له عدد مباراة كبيرة ويحرص 11 هدف الموسم اللي فات غير الأسست اللي هو كان شغال عليه رجوعه لنادي الأهلي كانت صفقة من أهم الصفقات رجوعه هو عمار لكن بالأخص أحمد عبدالقادر لأنه هو لشارك أكتر من عمار عبدالقادر طبعا هو بيحتفل مبارح تعرف جمهور النادي الأهلي اللي انطباع الأول بالنسبة له بيدوم مش مبارح يعني في مباراة السوبر يو احنا بالنسبة لنا ده مبارح جمهور النادي الأهلي اللي انطباع الأول بالنسبة له يدوم عبدالقادر عنده شخصية لعيب مهاري وسريع بيقدر ينقلك في التلت الهجوم الأخير بشكل كويس جدا بسم إيلي بيحتفل معنا كابتن محمود الأطفال كلهم أطفال لا ويشوف الحالة يعني عموما يعني لما بتاخد طفل في الأستاد في السن ده يعني هو ينجي لكن ده جمهور بقى له 20 سنة بيتفرج الجمهور في الضحى في الأستاد جمهور النادي الأهلي الشكل بتاع الجمهور حاجة تفرح حاجة تدي باور للعيبة غير عادية أنا كنت مبسوط بشكل الجمهور وشكل الملعب وكنت حاس أن الأهلي عمره ما بيغزل جماهيره لما بيشوف العدد الكبير ده أكتر من 30 ألف متفرج في المباراة الشكل كان رائع ده اللي خلى العادة الأهلي لآخر نفس بيقاتل عشان خاطر يروح الناس مبسوطة صحيح لا سيبك من النقل التليفزيوني للمباراة بكاميرات القنوات اللي كانت بتنقل أنا عايزكوا تدوروا وأكيد خبطوا في حاجاتنا دي كتير على السوشال ميديا الناس اللي كانت فتحة لايفات ساعة المتش وشوف بقى التصوير من المدرجات في الدقائية الأخيرة بالذات يعني عادت أغلب الناس فتحة لايفات في آخر خمس داية من المتش لغاية لما الأهلي سجل جول وشوف التشجيع في مدرجات النادي الأهلي كان عامل إزاي وشوف الفرحة الرهيبة لما جول جيه الناس يعني شايا إذا أقول لك كيادنا تجيبت جول في كاس العالم الناس طبعا وسبحان الله يعني بقول في أهلات كتيرة جدا بنعدي بمتشات والسيناريوهات صعبة جدا كابتن محمود وبنقعد على عصابنا التسعين دي بس المكسة بساعتها بيبقى ليه طعم طبعا بس بعد المبرامة خلصت أول حاج جات في زيني نادي الأهلي بيدي درس لكل فرق أفريكيا في نهاء البطولات من ساعة استفاكس 2006 وجولها بوتريكا كتير بقى من ساعتها الأهلي بيدي درس في نهاء البطولات لفرق أفريكيا كلها من الفرق الوحيدة اللي بتلعب لآخر دقيقة لحد الديئة من أول مباراة لحد ديئة 80 ما كانش عند شاك خلص أهلي ممكن يقصر بس تبتديها تتشد شوية من بعد ديئة 80 لحد ديئة 89 لما جي الجول يعني فرحة مش قادر أقولك أنا كنت مبسوط جدا وفعلا شاكي تولها في محله لأ أن نادي الأهلي لا هيكسب بكون أن ربنا يعوضك في ديئة 89 بجول إذن البطولة من نصيب نادي الأهلي وفعلا ما فيش شك وعايز أقولك من أفضل المباريات في ضربات الجزاء اللي شفتها اللي عابت نادي الأهلي تركيز غير عادي لأول مرة شوف اللعيبة فعلا في ضربات الجزاء مركزها بالشكل ده كل اللعيب داخل عارف قيمة البطولة وهو بيحط الكرة في ضربة الجزاء عايز أقف معاك مع لقطة الاحتفال بهدف طهر محمد طهر لأنه الاحتفال ده بيقول كلام كتير جدا رسالة كبيرة جدا وبيرد على كلام كتير جدا 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 كبيرة ألف الفترة اللي فاتت ما كانش فيه لقطة أنسب من لقطة أحراز النادي الأهلي لو عابه بالمناسبة خلينا أقول لكم إنه لو الجول ده كان جي بدري ما كنتش شفته الحالة دي يعني لو الأهلي سجل الأول أو المباراة دي الأهلي سجل في بداية جول مثلا وفاز بالبطولة 1-0 ما كنتش هتحس بالبطولة دي بنفس الشكل ما كنتش هتقدر حجم المجهود بنفس الشكل ما كنتش هتشوف الروح دي بين اللعيبة وفرحة اللعيبة بطاهر أولهم الناس اللي عادة على الدكة أولهم الناس اللي بينافسها طاهر نفسه عشان يكون موجود جوه الملعب وأعتقد اللقطة دي لقطة الاحتفال دي ترجمة حجاجك تير جدا كبير محمول اللي عمله طاهر وكون توفيقه في المباراة دي إنه هو اللي يحرز الهدف طبعا ما فيش شك إن الهدف ده ده مش هدف بتلاتة بونت في دوري إنت ربنا ادهي لك في مباراة نهائي سوبر أفريقي إنه انت تحرز هذا في دي 80 وكون سبب من أحد الأسباب إن الأهل ياخد البطولة دي رسالة أنا بوجهها لكل اللعيبة اللي نبتلعبش حسام حسن لعمار لعبد القادر حتى لو أنت بتنزل تغييره لوحيد لكهرباء لكل اللعيبة صلاح محصن لما يرجع رجالة إنك تكون في نادي الأهل أولا دي نعمة جبيرة جدا لازم عابد تكون عنده صبر إنه انت ربنا بيديك نجاحك وتوفيقك فوقته معين هو مخترهولك طاهر إنه انت تقعد الفترة دي كلها ما بتلعبش وإن مستر مسمان يبقى عنده ثقة إنه يحطك في الوقت ده وعمل تغييره هيلة تغييرتين أول تغييره إنك تطلع أيمن أشرف وتحط شريف وتلعب بس باتنين وراء وديفندرين فالجاب تلسي تعوى على الطرف بالضبط وعبد القادر وشريف وأفشا ترجع حمدي وراء وتلعب بديانج بس وتلعب بخمسة طيرين قدام دي جراءة وكل في كل دي جراءة ما عندكش حاجة تانية فيش حاجة تبكي عليها بس دي جراءة من مدير فني زكي إنه انت ما عندكش حاجة تبكي عليها وعندك يقين في لعبتك سواء حمدي إنه هو بلعب جنب بانون أو ديانج الوحده أنت عندك يقين في لعبتك إنه هيقدروا يفرقوا فدول تغيرتين فرقوا جدا أنا عاز أقولك إنه قناعات 90% من جمهورنا دي الأهلي إنه الحكم ده لو ادى الوقت الضيعة الطبيعية بتاع الهوراء كان الأهلي يكسب في التسعين فرسالتي لطهر أنت ربنا قرامك في وقت صعب جدا الجمهور كله في المدرج وأن انت بتحرز الهدف ده أكيد نتيجة تعبك الفترة اللي فاتت في التمرين ونتيجة صبرك وأن انت المدير الفني حطك في وقته معين هو قدر بي أن انت هتنزل قيمتك فده الرسالة دي للعيبة كلها لما تلعبش لازم تصبر ولازم تكتهد ولازم ما تيقس ولازم تدي أقصى ما عندك في التمرين لأن المكان ده بالذات في أكتر من 11 لعيب طيب عشان نقفل سيناريو سوبر أفريقيا عايز أربطه معاك بحاجة مرتبطة ببطولة كسر عالم الأندي بس تسمح لي قبل ما أفتح النقطة دي هاروح لفاصل وارجع أكمل كلامه مع حضرتك قبل بطولة مهمة جدا حتى لو كانت بطولة من مباراة واحدة هي في النهاية بطولة وخصوصاً لك بتقابل فيها خصم عنيد وعنده رغبة في أن يحقق نفس اللقب وعنده مشوار طويل جداً وعنده شخصية البطل وهو الرجاع لكنك أنت تلعب مباراة زي دي وإنت طالع زي ما كابتن محمود قال قبل الفاصل من مجهود بدني ومجهود نفسي أو لود نفسي عليك على القوامل الأساسي من لعيبتك وتخسر لعيب بقدر عمر السلية والفرقة ما تتجمعش إلا قبل يومين من المواجهة دي حاجات يا جماعة لازم تتحط في الاعتبار لازم تتحط وبالتأكيد بتأثر بشكل من الأشكال الأهم من ده كان سؤالي لكابتن محمود قبل الفاصل إن إحنا ممكن نواجه موقف مشابه في بطولة كسر عالم لإناندية لو استمر طبعا منتخب مصر وده اللي نتمنى طبعا لغاية المباراة النهائية من الولد اللي ما يكونش عندك فترة كاملة إنه الأهلي بقوامه الأساسي أو قوامه الكبير بمحترفي لعيبته الدولية سواء منتخب مصر أو منتخبات مالي ومنتخبات تونس واحتمال منتخبات المغرب يتجمع بفترة كافية ويستعد بفترة كافية لبطولة كسر عالم ويواجه مين؟ المرة دي تتكلم على واحد من أقوى الفرق فريق مونتريا المكسيكي شايف النقطة دي إزاي كابتال محمود والأهلي ومسس المسلماني يتعامل معها إزاي؟ طبعا مشكلة كبيرة جدا وده الإعلام كله بالكلم عليه خلال الأسابيع اللي فاتت هو تواجد الأهلي في كسر عالم لإنديا وده بطولة ده غينة عنها بنسبة لجمهور نادي الأهلي ونسبة لمجلس إدارة نادي الأهلي والناس كلها وكسر أم أفريقيا والمنتخب مصر زي محرك قلت لو شاء القدر إن شاء الله وطبعا بنتمنى لكل التوفير والمنتخب مصر ناوي يكون متواجد في النهائي لكن المشكلة هتقابل نادي الأهلي في كسر عالم أندية إن عندك أكتر من خمس ست لعبة متواجدين وبشكل أساسي في منتخب مصر فدي هتعمل مشكلة كبيرة جدا للعبة النادي الأهلي إنه يلحق إنه يقدر يكون متواجد كسر عالم أندية ده غير لك ولو بتلعب مثلا مالي ولا تونس في النهاية هتبقى لعبتك اللي في مصر ومعك وحتى لو يعني في لعبه قبل النهائي برضو نفس المشكلة يعني عشان اللعيبة تلعب بطولة لغاية أكيد لعبة تبقى راجعة مجهدة طبعا كران جدا ومش هتبقى بتتمرن مع الفرقة ومش تبقى أكيد وبطولة كسر عالم أندية أنت بتعمل مجود مضعف أنت بطولة مهمة جدا أي لعيب بيحلم إنه يكون متواجد في كسر عالم أندية وإنه هو يشارك فالمجود بيبقى مضعف فيها فطبعا يبقى موضوعه كبير جدا ولود عالي جدا على لعبة نادي الأهلي فطبعا الله يكون فعل مجلس إدارة وجهاز فني مش عارف هيقدر يتعامله معاه إزاي لكن طبعا كله ماسك زي ما كنا بنتكلم في كلام الكابتان أحمد مجاهد إن لعبة الأهلي هكون متواجدة بالتين بتاعها كله في كسر عالم أندية ومنتخب مصر يكون متواجد بكل جمه في أم أفريقيا إزاي العملية ممكن تتم مش عارف هي مشكلة ليكون كام مراهن إنه كاس الأمم هتتلغي أو هتتأجل للصف اللي جاي هرح طلع بالتصريح بس في كل أحوال إحنا طبعا بنحترم هو رجل أول مسؤول عن أمتحاد الكرة وبالتالي تصريحه إحنا يعني بنحترمه بنقدره والأهلي طبعا متمسك بتصريحات رئيس أمتحاد الكرة طيب خليني أروح معاك وقبل ما أروح معاك لمباراة فيوتشر لأنها برضو الحقيقة جاية في ظروف صعبة شوية يعني كان الله فعون لعبة الأهلي اللي طلع من بطولة وصفر عشان ترجع مرة تانية تشحن البطالات وتخش في بطولة الدوري بس خلينا نروح لواحد من أشهر هو طبعا محب المصر بشكل كبير ومحب النادي الأهلي بشكل خاص جدا ويمكن من تعليقاته وتصريحاته وكلامه تعرف طبعا إن الشخصية لها هوية أهلوية التسعى بتوقيت الأهلي كان واحد من أشهر الكلمات الحقيقة اللي ارتبطت به وتحققت طبعا الأمنية إذا كانت أمنية يعني وحققت نادي الأهلي النجمة التسعى على حساب نادي الزمالك في نهائي القرن أجرى لقاء مع زمالنا فاروق صلاح خليل بلوشي على شاشة الأهلي في السادسة خلينا نروح نشوف أهل إيه ونرجع مرة تانية لكابتن نحمود سامير في الستوديو التسعى بتوقيت الأهلي أستاذ خليل بلوشي المعلق الرياضي الكبير برحب بحضرتك على شاشة طاقة قناة النادي الأهلي أهلا بك في مصر وأهلا بك في جدران البيت الكبير بيت النادي الأهلي وإحنا يعني في الخلفية بتاعتنا استاذي تيتش سعيد جدا أول شيء أرحب فيك بكل متابعين القناة النادي الأهلي شعور أنك تتواجد في مصر هذا بحد ذاته شعور يعني يدعو للفخر والفرح فما بالك وأنت تتواجد في قلب القاهرة وفي هذا المكان الجميل جدا حقيقة أنا سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي سعيد جدا بالتواجد مع أصحابي مع أخواني في النادي سعيد جدا بأني اليوم أنا داخل واحد من أعظم كيانات العالم على مستوى كرة القدم وحتى خارج نطاق كرة القدم نادي كمؤسسة متكاملة جدا اللي أشوفه اليوم شيء يدعو للفخر حقيقة وحسسنا إحنا كعرب يعني مو بس يعني كمحبين ومشجعين للنادي الأهلي أنا أتكلم عن كل الجماهير العربية أنك تتواجد في هذا المكان شيء فعلا يدعو للفخر والله شوف أنا أقول لليوم إحنا في وسط كيان متكامل سواء على مستوى الرياضة وحتى على المستوى المجتمعي من يدخل إلى النادي الأهلي يدرك ذلك حقيقة كل زائر إلى النادي الأهلي ممكن أن يكتشف هذا الأمر من خلال ما يراه في كل المرافق الموجودة اللي تخدم كل فئات المجتمع أن اليوم إحنا أمام يعني أعظم الأندية العربية وهذا أمر مفروغ منه اليوم إحنا أمام فريق على بعد خطوتين من تحقيق إنجاز يجعل أكبر أندية العالم على مستوى الألقاب القرية وقريب جدا حقيقة من هذا الموضوع الأهلي بحاجة إلى بطولتين لأن يصبح معادلنا الرقم القياسي المستجل على مستوى الإنجازات والألقاب الخارجية وهو قادر ممكن لها لترى ما فيه شيء مستحيل يعني في قموس النادي الأهلي ممكن يعملها في سنة يعني هي كاس عالم وبطولة تفريقية وكاس السوبر وتصبح الألقاب سبع وعشرين أنا دائما يعني في مواقف مؤثرة في مسيرة المعلق الرياضي ومن المواقف اللي رح تبقى عالقة في ذاكرة خليل بلوشي هي لحظة تسجيل أجاية للهدف دائما أتذكر بأن الأهلي كان في موقف صعب جدا على مستوى دوري المجموعات وكان حتى في وضعية صعبة جدا على المستوى المحلي أنا كان عندي إحساس أن الهدف هذا ممكن أن يغير بشكل كامل من مسيرة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفعليا هذا اللي صار اليوم أنا سعيد جدا للجماهير الأهلية الجماهير الأهلاوية العبارة هذه كانت مصدر تفاؤل لهم وسعيد جدا بالأخبار اللي أسمعها أن حتى لاعبين النادي الأهلي يعني استمدوا قوتهم من خلال هذه العبارة وأعلنوا فعليا أنهم قادرين على تحقيق اللقاب وهذا اللي صار وأي لقب يعني كان نهائي القرن على حساب الزمان أنا أقول لله لي ما يتركش تار لازم ياخد بتار عندنا محطة أولى من مونتيري المكسيكي وفوز بلقب كأس السوبر كان محفز جدا بالنسبة عايزة قاطع حضرتك واتكلمت بروح وقلب الأهلاوي الكلمة دية أنه الأهلي ما يسيبش تاره ما يسيبش لأننا احنا تعودنا خلال سنوات اللي فاتت أن الأهلي ما يسيبش تاره حتى أول ما جاءت القرن يعني ممكن أي نادي آخر يدايا شوي لو طاح مع مونتيري لكن أنا شايف أن الجماهير الأهلاوية فرحانة بمواجهة مونتيري المكسيكي هذا الإحساس ينتقل إلى اللاعبين أننا لازم في يوم من الأيام ناخد تاره وجاءت الفرصة الأهلي رابع العالم الأهلي ثالث العالم اليوم الأهلي أمام فرصة لأن يكون أيضا في المباراة النهائية وما في شيء مستحيل في عالم كرة القدم أنا قلت ممكن الأهلي يعملها في سنة واحدة يعني ويتجاوز ريال مدريد على مستوى الألقاب القارية وهذه رسالة أنا أوجهها حقيقة يعني اليوم الأهلي مش للأهلاوية والأهلي مش للمصريين بس الأهلي لأننا كلنا كعرب كلنا كعرب لما نتحقق إنجاز مثل هذا كلنا كعرب رح نفتخر بهذا الإنجاز والأهلي قادر إن شاء الله أنه يوصل ويحقق نتيجة أفضل من مشاركاتها السابقة مجرد المشاركة في كاس العالم ترى صار أمر عادي بالنسبة للأهلاوية يعني ما عاد شيء هو الأمر اللي يدعوهم للاحتفال أو أن هذا يعتبر إنجاز هم وصلوا لنصف نهائي ووصلوا لمركز الثالث اليوم لعبين مطالبين بتحقيق إنجاز أفضل من المشاركات السابقة هذا الأمر الوحيد اللي يفرح الأهلاوية إن الأهلي يوصل النهائي بإذن الله النهائي هدفنا إن شاء الله بإذن الله والحقيقة إنه حتى وإن كنا بنلعب كبار العالم يعني بنلعب بالميراس وليه لا مع بالميراس ما احنا خدنا على حسابه الميدالية البرونزية السنة اللي فاتت ومونتري البلجيكي مع كامل المكسيكي مع احترامنا الكامل ليه طبعا قادرين إن شاء الله سكواد الأهلي السنة دي مطمع جماهير النادي الأهلي والوصول للنهائي بالتأكيد هدف مهم وأساسي أكمل كلام حضرتك في الحتة دي كنا الأول بنقول الله يكون فعون اللعيبة أول مرة يروح كس عالم يابان أول مرة يروح كس عالم أندية كنا نقول الله يكون فعون اللعيبة ده أول مرة ياخد بطولة أفريقيا لا إحنا أصبح عندنا جيل دلوقتي من لعيب نادي الأهلي خده بطلتين أفريقيا في سبع شهور وخد السوبر الأفريقي وروح كس عالم اللي فات خد اتنين سوبر أفريقي خد اتنين سوبر أفريقي وده ده أنا بكلم مع الجيل ده المتواجد حاليا اللي هي أعمارهم كمان صغيرة مش كبار بس اثنين تلت لعيبة عندك عمار أكرم عبدالقادر عبدالقادر شريف شريف لعندك كل الأعمار صغيرة وكس العالم الأندية اللي جاي لا أنتو رجالة أنتو قادرين أنتو اللعبة دي راح تكسع عالم الأندية اللي فاتت كان أول مرة ديهم بقى الموضوع مش جديد عليكم لا أنتو قادرين أنتو تحققوا الفارق عموما لما كنتم تحقق بطولة مع نادي الأهلي يعني بطولة زي بطولة السوبر دي الطبيعي أنه أي نادي حققها عيش عليها يعني عيش عليها ممكن شهرين تلاتين مثلا يعني لهم ما بيلحقوش كابتن سايد بيقول لك احنا قفلنا صفحة السوبر عطبا بدأنا الاستعداد لفيوتشر في الدولة تاني يوم بطولة ده كان بالنسبة لكم بيبقى إيه في الفرق؟ ده النادي الأهلي احنا أنا اللي بيخش بيتطبع بنفس الطابعة جوه في غرفة الملابس في النادي الأهلي في كان النادي الأهلي بتتعود أن أنت بتخلص من المباراة سواء كسبت أو خسرت بتخش المباراة اللي وراها خدت بطولة بتركز في البطولة اللي وراها ودايما بتحذر من النادي الأهلي لما بيخسر بطولة تحذر من النادي الأهلي لما بيخسر بطولة بحس أن الطفن هيعدي خلاص قادم خسرت النادي الأهلي لبطولة الدوري وناتج عن إجهاد بقى واتنين أفريكيا وحاجات كتير خلى نادي الأهلي داخل بداية الموسم بشكل مختلف صفقات جديدة على أعلى المستوى تطليق بالنادي الأهلي دخلت بطولة الدوري ست مباراة مكسب إن شاء الله وإن شاء الله يحقق أسكوات أعلى من كده خدت بسوبر أفريكي هتروح كاس عالم أندية وعندك لعيبة مجهدة كتير ماتش فيوتشر أول علامة استفهام في غياب عمر السلائي تحلها إزاي طبعا ما فيش شك عمر السلائي من اللعيبة ألف سلامة طبعا كابتن عمر ومعليش قدر الله ومشاء فعل يعني رابكت حسابات كاتلينا وكان طبعا غياب واضح جدا مؤسل وخصوصا أنها جات في اللحظات لقبل بداية المباراة بس إن شاء الله قادر يرجع أحسن من الأول نتمنى له طبعا الشفاء إن شاء الله ويرجع أفضل من الأول الفترة فات كان مجهود بدني عليه وضغط عليه قوي قوي مش من السهل أن أنت تشيل شارت كابتن منطخب مصر مجهود نفسي وبدني كبير قوي على العمر السلائي وهو كان قدهه وقدود نتمنى له الشفاء إن شاء الله ويرجع بالسلامة لكن نادي الأهلي طبعا عنده عناصر كويسة جدا تقدر تقدي برضو نفس الدور بتعامر السلائي مستمسل مصر تلجأ لنفس الحل اللي رجأ ليه مصر رجاء ولا عندك حلول بديلة لا هو ما فيش غير حلين من وجهة نظري يعني الحل الأولاني إن أنت لو أنت هتلعب بنفس الطريقة اللي أنت بتلعب بها خلال الستمورات اللي فاتوا إن أقرم هو اللي يكون متواجد جنب ديانج وحمدي فتح في مكانه أقول أنت موظفه في الجديد زي ما هو ما ترهينش على عمار في الحتة دي وتلعب بهاني أو كريم فؤاد تمام ده اللي احنا أقولنا من شوي تمام يعني الناس توقعته في الماتش بتاع الرجاء تمام الماتش فيوتشر بكرة فيه ناس كتير بتقول لك فرصة لعمار أقول لك طب الحل الثاني بس بالنسبة لي من قرائتي للنادي الأهلي أن أنت تلعب باتنين بس وراء وهي بقى حمدي جنب ديانج زي ما هو وتلعب بثلاتة نرجع أربعة اتنين تلاتة واحد بالضبط تمام ده الحل الثاني حتة عمار عمار من اللعبة الهائلين جدا وأنا من الناس اللي فرحت أنه الفنش اللي فنشه مع نادي الاتحاد وتوجوده في نادي الأهلي من العمصر المهمة جدا لكن هو مستر مسماني شايف أن لسه وقت عمار مجاش وعمار لما هيدخل هيدخل تدريجيا هيبدأ ياخد من الشوت التاني لحد ما يثبت نفسه وسط العتولة والعيبة النجوم اللي موجودة في نادي الأهلي فالموضوع بالنسبة لعمار هيحتاج مجهود مضعف لكن عمار من العمصر المهمة وهيبقى ليه إضافة لنادي الأهلي الفترة الجاية طيب إراية سريعة على فرقة فيوتشر كابتن محمود فيوتشر من اللي أنا شفته خلال آخر ست مبارات لهم فيوتشر كسب مباراتين تعادل مباراة وعنده تلات هزيم مش معنى شكله في الجدول إنه هو من الفرق اللي هي الأوليالة لا فيوتشر من الفرق هو ترتيبه حالياً التلاتاشر سجل تسع أهداف هو ست مبارات بس من الفرق اللي أنا فرقت عليها عندما تلعب كرة سريعة تلعب كرة هجومية كابتن علي مهر من أهم المديرين الفنيين الموجودين في الدورة المصري نفس كرته اللي كان بيلعبها مع نادي المصر الموسم اللي فاته للقبل هو نفس السيستم اللي هو بيلعب به مع فيوتشر مع العيب على أعلى مستوى جايب صفقات كويسة جداً منهم على معتقد أربع خمس لعيبة من نادي الأهلي عملينه الفارق في فريد فيوتشر زائد عمر كمال وإحمد رفعت من الاتنين العيبة المهمين جداً برضو هيخيب عنه مروان وجنس بك بالضبط لكن هو كابتن علي مهر عنده تيم محترم عنده باك ليفت من أهم باكات ليفت اللي موجودة في الدورة المصري بشوف أنه هو هينزل هيلعب مباراة الأهلي هيعمل مباراة جداً من نادي الأهلي لكن نادي الأهلي بتمنى أنه يخلص المباراة بدري لأن فريد فيوتشر عندها سرعات وعندها قوة ممكن تفضل مع الآخر النفس في المباراة إن شاء الله بإذن الله موفقين نرجع نسترجع عروضنا القوية الحقيقة في مطشاطنا في الدوري مرة تانية ببارك وهني كل جماهير نادي الأهلي ببارك طبعاً لكابتن مبروك علينا وعلى جمهور نادي الأهلي سوبر جديدة للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله قريب جداً قريبنا خلاص بطولتين إن شاء الله ناخد دوري الأبطال ده ونخلص على السوبر اللي بعده نبقى داخلين مع ريال مدريد تاتا تات زي ما الفرنسويين بيقول إن شاء الله نورت الدين يا كابت المحمود رب ناخدتنا بجودك معنا مبسوط أن كنت بتواجه معك وشرفتنا في السادسة ومبارا تانية ببارك لجماهير نادي الأهلي وعلى كل خير هنتقابل بس بعد مطش فيوتشر إن شاء الله نحتفل بالنقطة والوصول لنقطة 21 في مشوارنا في بطولة الدوري اللي إن شاء الله مصممين على السعادة لقبها مرة تانية نتقابل على كل خير على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضراتكم تحياتي لحضراتكم